لمزيد من التفاصيل والتحليل حول مباراة دوري أبطال أوروبا ينضم إلينا من مدريد المحل الرياضي محمد سالم سبع الخير سيد محمد ومواجهات قوية اليوم بالجورة الثالثة من دوري أبطال أوروبا وعلى رأسها مباراة الملكي ريال مدريد مع بروسيا دورتن موند وهناك ثقر منذ نهائي العام الماضي وفوز ريال مدريد بهدفين مقابل لشيء لكن هذه المرة يعاني ريال مدريد من هزيمة لم تحدث منذ سنوات عدة وارتفاع في معنويات بروسيا دورتن موند بعد تحقيق العلامة الكاملة كيف ترى هذه المواجهة وهل قد تكون نهائي مبكر تحياتي لك أستاذ فادي سعيد جدا دائما بنا أكون معك وعمل القاهرة الإخبارية من دون شك مواجهة صعبة جدا تاتي في توقيت صعب جدا لريال مدريد وفي ظروف ممتازة لدورتن موند الريال يفكر في الكلاسيكو يفكر في مواجهة دورتن موند ويفكر كذلك في الأجواء الموجودة داخل ملعب سانتياغو بيرنا بيوف في قرفات الملابس حيث الحديث عن بعض المشاكل وأنه أن شلوتي لا يسيطر بشكل جيد على النجوم أعتقد أن أسوأ توقيت لهذه المواجهة بالنسبة للريال هو الآن دورتن موند في أحسن أحواله الريال يعاني بشكل كبير جدا خاصة الخسارة التي تعرض لها أمام ليل في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا التفكير كذلك في برشلون المتصدر الذي يقدم أداء المتازن في الدول الإسباني ويتصدره بجدارة لذلك الريال مطالب بتقديم صورة مقايرة جدا وإن كان ذلك سيكون صعب جدا الصحافة الإسبانية خاصة الصحافة المدردية أسوأ ماركا تحدثوا عن أن الريال لا بد أن يكون حاضرا بروح نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي عندما فاز الريال على دورتن موند ولكن الآن الظروف مختلفة تماما أعتقد أن الريال سيواجه فريق صعب جدا واحد من أفضل فرق الآن في أوروبا حقق العلامة الكاملة في الجولتين الماضيتين وهجوم مرعب بشكل كبير جدا لذلك الريال سيعاني بشكل كبير جدا لن تكون الأمور سهلة أبدا على الريال مادريد في هذه المواجهة أنا أتصور أن دورتن موند يمتلك الأفضلية في هذه المواجهة وإن كانت ستلعب فوق سانتياغو بيرنابيو هنا في مادريد ولكن في اعتقادي أن الأفضلية تبدو على الورق لصالح دورتن موند لأن الريال يبدو مهتزا صحيح حققوا الانتصال في الجولة الماضية على سيل تافيغو في الدول الإسباني بهدفين لهدف بفضلين بابي وكذلك فينيسيوس ولكن أعتقد أن فريق دورتن موند الذي ربما نتائجه في البوندس ليجا ليست كنتائجه في دوري أبطال أوروبا بحيث أنه في الخمس جولات الأخيرة من البوندس ليجا كان ينتصر ثم ينهزم ينتصر ثم ينهزم وحقق الانتصال في آخر جولة ولكن في دوري الأبطال أمور مختلفة تماما أنا أتصور أن الريال سيكون حذرا بشكل كبير جدا ربما سيحاول أنشلوتي أن يركز على وسط الميدان لكي يمنع الكرة من الأصول إلى هجوم دورتن موند وسيحاول كذلك تفادي أن يتلقى هدفا على الأقل في العشر دقيقة والعشرين دقيقة الأولى بهذه الطريقة التي ربما سيرعبها أنشلوتي ربما سيزيد الضغط على فريقه ولكنه مكره أحاق لا بطل لكن أريد أن أوقف عند نقطة في كلامك وهو أن الأفضلية قد تكون لبروسيا دورتن موند على الورق وليس على أرض الواقع وهذا يعيدنا إلى سؤال مهم عن السبات وبروسيا دورتن موند ما زال يبحث عن هوية تاكتيكية فهل بروسيا دورتن موند حل هذه المشاكل التاكتيكية ليكون على قدم المساواة مع ريال مدريد بكل تاريخي بكل حضوره الريال التاريخ لم ينفعه أمام ليل على الأقل في آخر جولة عندما خسروا واحد سفر في فرنسا بالتالي اليوم حتى تاريخ أمام فريق كبير جدا اسمه دورتن موند قدم أداء ممتازا في هذه المسابقة فقط في الجولة الأخيرة سجلوا سبعة أهداف أمام سيلتيك وهذا ليس بالسهل لذلك في مواجهات من هذا النوع قد يكون التاريخ شيء هامش صح التعبير لأن المباراة ستلعب على أرضية الميدان لذلك صحيح الريال يمتلك تقاليد هذه البطلة هو حامل اللقب هو صاحب الرقم القياسي من دون شك ولكن في مواجهات من هذا النوع من دون شك عندما يكون فريق في أحسن أحوال وفريق ربما يعاني وهنا نتحدث عن الذي يعاني هو الريال والذي في أحسن أحواله من دون شك ودورتمون دورتمون يريد مواصلة هذه الصحة ويريد أن يستقل فرصة ربما ارتباك ريال مادريد اهتزاز ريال مادريد تفكير ريال مادريد في الكلاسيكو أمام برشلون يريد أن يستقل كل هذه الظروف من أجل خطف انتصار سيكون مهم جدا ليس فقط من ناحية المعنوية بل كذلك من أجل أن يستمر دورتمون في صدارة دوريا بطال أوروبا ونحن نعرف أنه اليوم دوريا بطال أوروبا بشكل جديد أنت ستتأهل بفضل النقاط التي تحتلها وكذلك تتأهل فقط الفرق الثمانية الأولى التي تحتل الصدارة والفرق التي تحتل تأتي بعد ذلك ستلعب ملحق أوروبا لذلك يريد دورتمون أن يكون من بين الفرق التي تحتل الصدارة التي تخطف المراكز الثمانية الأولى مباراة ليست سهلة أبدا على الريال وإن كان الريال لديه تاريخ ولديه كذلك علاقة جيدة مع دوريا بطال أوروبا يعرف جيدا هذه المسابقة والريال مختلف في دوريا بطال أوروبا ولكن بجلة الماضية الخسارة أمام مليل طرحت العديد من علامات الاستفاب وأيضا الغيابات قد تكون مؤثرة بشكل كبير ما أبرز الغيابات اليوم بالنسبة للريال كان هناك حديث كبير جدا عن قياب تشاوميني ولكن في الندوة الصحفية بالأمس كارلوانشلوتي ذكر تشاوميني أنه موجود في القائمة وأنه سيكون موجود وإن كان في اعتقادي أنه لن يكون أساسيا بالنسبة لدورتمون ليس هناك أي قيابات كبيرة لذلك تشاوميني سيكون موجود في القائمة ولكن قد لا يبدأ به أنشلوتي أساسيا ربما إذا احتاجه في الشرط الثاني قد يلعب ولكن لن يكون أساسيا في اعتقادي لأنه لا يبدو تشاوميني في حالة جيدة إلا إذا كان أنشلوتي مرقم على أن يقحم تشاوميني في الدفاع ولكن في اعتقادي لن يكون هذا الخيار من أولويات أنشلوتي ربما سينتظر حتى الشرط الثاني إذا احتاج له سيقوم بإقحمه وإذا لم يحتاج إليه فسيظل على مقاعد بودلاء شكرا جزيلا المحل الرياضي سيد محمد سلم كنت معنا من مدريد ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا